تحياتي لكل اللي ناطريننا وتحياتي لكل اللي ينضموا لنا لأول مرة ببرنامج خبايا حلقتنا لليوم بلشته لكن على باله نتواصلوا معنا عن طريق الاتصال أكيد وكمان حتظهر أرقام تلفونات البرنامج بأسفل الشاشة كل اللي عليكم أنكم تعطونا قسمكم وقسم والدتكم مع تاريخ الميلاد فبرنامجنا بيرتكز على علم الفلك وعلم الأرقام وكمان الأسامة اللي نحن بنحمله القسم قديش له معاني قديه بيحمل من معاني إن كان إيجابية أو حتى سلبية ولكن أكيد إن شاء الله كل الأسامة بتكون إيجابية رح نبدأ ببداية لقاءنا معكم مع قراءتنا الإسبوعية للأبراج وشو مخبي الفلك خلال هيدا الإسبوع مولود برج الحمل موافقة مهنية أنت بانتظاره على أحر من الجمر بالإضافة لاختلاف بوجهات النظر بينك وبين الشريك وقرار بالابتعاد عن الأجواء المشحونة بالتوتر عائليا مولود برج التور عم بتعيش بعض البلبلات العاطفية والمهنية وممكن تخليك مشوش ومش متطمن بالإضافة لأشخاص محيطين فيك غير صادقين بالنواية واهتمامات غزائية بانتظارك أما مولود برج الجوزاء منقلك عم تكتشف وتحلل الأجواء المحيطة فيك على الصعيد المهني لكنك ما زلك مضغوط ماديا بالإضافة لقرارات قانونية لصالحك مولود برج السرطان ابتعد عن التصرفات الطائشة والاستفزازات العائلية مع الأقارب والمحيطين فيك بالإضافة لارتياح عاطفي وتغييرات وانفراجات على الصعيد المهني يعني الرشفة اللي كنت قاطع فيها مولود برج السرطان منقلك صار فيك تقولها باي باي مولود برج الأسد بعدك حاسس بعدم الأمان والإنصاف على الصعيد المهني بالإضافة لبعض الأشخاص اللي عم بيحاولوا يزعجوك عليك بالصبر والتروي حتى ما تخسر عاطفيا ومهنيا مولود برج العزراء أوراق آلونية بتستوجب المتابعة والملاحقة بالإضافة لضغوطات عم تزعجك من قبل الشريك اللي عم بيحاول يستفزك وعم بيزيدها شوي عليك مولود برج الميزان قرارات مهنية مضطر تتقبلها فالخيارات محدودة قدامك بالإضافة إلى أنك ما زلت غير راضي وأعدائك نطرين وقوعك أما عاطفيا فالوضع أفضل من السابق مولود برج العقرب لحسن الحظ أنه عم تتبدل المجازفات اللي قطعت فيها بحياتك المهنية نحو الأفضل وخصوصا أنه رح نشوف تقدير المسؤولينك بالعمل واضحة وتقديرهم إليك واضح بالإضافة أنك رح تتلقى خبر إيجابي من قبل الشريك مولود القوس بعدك عم بتحس أنك مرفوض من قبل الشريك ولكن الفلك لصالحك فإحساسك مش بمطرحه وخصوصا أنك قادم على قرارات مشتركة عاطفية ومهنية وبفيه نقلك أنها رح تكون كتير حلوة مولود الجدي اكتشافك لأسرار أو أخبار رح تخليك تعيد النظر بحساباتك تجاه المحيطين فيك مهنيا واجتماعيا فالأوضاع قادمة على ارتياحات عاطفية ومهنية حلوة مولود الدلو تنظيمك لأمورك وأوضاعك أفضل شيء ممكن تفكر فيه وخصوصا أنه موقعك المهني بيطلب الهدوء لحمايته من الخسارة بالإضافة لأرتياحات عاطفية مقبلة وقد يكون هالارتياح هيدا عن طريق أحد الأصدقاء مولود دابرج الحوت اهتماماتك بمعالجة وضعك العاطفة والصحة مطلوب منك فالفلك آسع ليك حاليا وبالإضافة لبعض البلبلات المهنية اللي ممكن تزعجك كمان هذه كانت قراءتنا للأبراج 12 وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم وكمان مثل ما أحكيت ببداية الحلقة أنه صار فيكم تتواصلوا معنا على رقم تليفونات البرنامج اللي عم تظهر بأسفل الشاشة أكيد بهم نعرف قسمكم وقسم والدتكم مع تاريخ الميلاد اليوم والشهر والسنة قدي قسمينا ممكن أنه تبدل وتغير وتحسن من الحصوص تبعيتنا وقدي ممكن القسم اللي نحن حاملينه ممكن يعطينا حظوظ مطلقة وممكن كمان يعطينا تراجعات بالحظوظ لكن لكل اسم فقاله أبعاد مورئية وأبعاد من ناحية القراءة والتوقعات إن كان فلكية أو حتى رقمية فبعض الأسماء مثل ما حكينا عنها بالسابق كنا حكينا عن بعض الأسامي اللي ممكن أنه تكون متشابهة مثل زين ويزن نورة ونور ونور وكمان هلأ منرجع للباقي أكيد مثل ما قالنا بقسم نور وقالنا كمان بقسم أنور وقالنا بقسم نورة وكثير من الأسامي اللي حنحكي عنها الأسامي القمرية قدي ممكن تعطينا بعض الأحيان سوء حظ بناخد اتصال ألو ألو بونجور بونجور بدي أسأل عن فارس نعم ابن مارلين نعم تاريخ الميليات 19-1-94 نعم أهم شيء الشغل يعني ما عم بلاقي شغل يعني أشوف إذا حيجيني شغل وهيك طيب وبدي أسأل كمان عن بعد عن ماريا ماريا كمان بنت مارلين مارلين 18-97 طيب ماريا شو بلك تسأل عنها فارس عاطفيا يعني طيب عندي سؤال صغير بس بليز مارلين منكتبها ميم ألاف ولا بدون الألف ميم راد غري لأ ميم ألف أوكي طيب وبدي منك فارس اليوم هنحكي عن طاقة الكلمة بدي منك تتابع التقرير لأنه أنت قلت ما عم لقي الشغل حتلاقي شغل بس بدنا نغير كلماتنا وأكيد حشوف لك بالأرقام شو عندك مرسي مرسي لأتصالك يا فارس 19 يا فارس عندي الرقم 10 والواحد عندي الرقم 11 أفلت صحيح وهذه السنة ما كانت سنة الحزوز المهنية عندك ولكن هذا ما بيعني أنه نحن نقف بمطرحنا الألف موجود باسم فارس ثاني حرف والألف موجود باسم ماما بثاني حرف باسم مارلين يعني الواحد مع الواحد رقم 11 يعني كمانا مثل ما قلنا أنه اللي بيصادف أنه عنده كمانا رقم 11 إن كان بتاريخ ميلاده أو حتى بالنتج الرقمي تعتبر هذه الفترات فترات غير يعني منا محزوزة أو غير إيجابية من ناحية الأمور المهنية ولكن فيه شغلة كتير مهمة يا فارس خليني شوفها باسم ماما شو عندي عندي أوكي 30 على 24 طيب الأرقام طبعو لك يا فارس يعني ما بتكمل سنة الـ 2016 إلا بيكون فيه عندك ورقة مهنية والورقة مدعومة من أحد الأشخاص ماريا الميم والميم رقم 8 والـ 8 كمان عندي 8 موجودة بالأرقام 9 مع 7 عندي 16 يعني عندي 7 وكمان 8 مع 8 16 يعني كمان عندي 7 7 و 7 و 14 15 فيه عندي صلحة عاطفة أوكي يعني نبين لي فيه عتاب طويل وحتوق في حيرة بحيرة ما بين شخصين ناخد اتصال جديد قالوا 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 نعم محمد الأمين من الجزائر تفضل مين معي محمد الأمين من الجزائر محمد الأمين من الجزائر نعم يا محمد محمد الأمين من الجزائر 21-91 اسم ماما؟ خير حيات ما هيك؟ خيرة 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 ماشي أوكي طيب محمد من الجزائر محمد تسألني عن الصحة والعمل مهني ونهارية نعم مهني ونهارية محني ونهارية حتوقف بوعكي صحية لا سمح الله إن شاء الله لأ عندي مع اسم محمد تكرار الميم واحد اثنين عندي رقم ثماني كمانا ما بتعطي حظوظ مهنية بهذا الوقت ولكن بشوف بالأرقام طبعولك بعد بشوفك بقرد تانية محمد وخط السفر مفتوح بالأرقام طبعولك ولكن أنا أرقامك بتعطيني أنك أنت بموقع عمل هلأ وبوظيفة مهنية بس عم بيكون فيها نوع من القلق والتغيير قادم يعني بعد بشوفك أنت بتغير موقعك المهني على مطرحتين بناخد اتصال جديد ألو 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 نعم ألو معيك تفضلي يسعد مساكن يامي تهلا بدي خبايا نعم تفضلي أنت على الهوى نعم طيب خبايا مادم أنت على الهوى تفضلي أعطيني اسمك واسم أميك موليد ثلاثة خمسة نعم واحدة وتسعين خمسة وتسعين ألف وتسعمية وخمسة وتسعين لبنتك أو لمن لا لبنتي ماشي أكد لبنت بنتي تفضلي شو اسمها بنت بنتي نعم بشكريك شو اسمه مادم وبدي زنوبة كمان زنوبة نعم مادم ايه ثلاثة خمسة وتسعين شو اسمها ايه نعم شو اسمها ايمان ايمان واما ابتسام ابتسام نعم تفضلي وزنوبة اسمها زينة بأكير صح؟ شكريك طيب شو اسم أمالة زينة ابتسام ابتسام اتنينهم بنت ابتسام ايه ابتسام ابتسام شكرا 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 لك طيب شكرا لاتصالك عزيزتي رغم أنا شايفة انك شوي ضايعا بالأرقام عطيتيني ثلاثة خمسة لإيمان وعطيتيني خمسة ثلاثة لزينب بشك بالأمر على كل حال خليني اقرأ لك مثل ما انت عطيتيني إيمان أكيد ما رح اقرأ طواريخ ميلاد شكي فيون خليني اقرأ الأسماء إيمان على ريمان بيكون أفضل لألا لحتى ترتاح عاطفيا لأنه على اسم إيمان ومع اسم ابتسام عند الاسم الأول ضعيف والاسم الثاني ضعيف يعني أرقام بتعطيني مشاكل عاطفية وبتعطيني حتى كمان التعب صحي فجأة بتلاقيها ما بها تشيل بنت ولكن أنه بتتعرض لمتاعب صحية وكمان بعد بشوف فوق 30 هلأ بعد صغير البنت فوق 30 بتقطع بخطورة صحية زينب بالأرقام أكيد مت نديلة زنوبة لأنه كمان انت هون قفلت عند الحزوز العاطفية وبتوقف كمان بمشاكل وخصوصا إذا اسم الأم ابتسام لأنه على اسم الأم ابتسام ودايما أحدى بنات ابتسام بلا تتعرض لطلاق وتتعرض لمشاكل قانونية وكمان بتتعرض لجفة قاسي من قبل الشريك فاسم الدلع باسم زينب مش هيزبط وخصوصا أنه الاسم بيحمل حرف الياء يعني الحرف الياء التالت باسم ابتسام وابتسام هو اسم متعب فعزيزتي أكيد بقلك أنا أنه زنوبة هون مش هيزبط مع الاسم فيك أنه تعطيها اسم إضافي على اسم زينب ممكن يكون اسم مركب ممكن ولكن بشوف أنا فيه متعب من الناحية العاطفية للبنت وكمان أنه هالمتعب ما بتعطيها حقوق ولا بتنصفها بمطرح من المطارح بناخد اتصالي جديد قالوا 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 نعم أنا بلفين ما اسمك؟ بلفين بلفين نعم يا بلفين نعم اسم أمي روشة روشة نعم روشة 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 يعني بتكتبها بالياء بالآخر نعم نعم روشة 10-5 نعم 10-5 79 79 79 بلفين بديك تسأليني عن العاطفة والصحة عن الصحة وعن خارج وعن الزواج الصحة وعن؟ نعم عن خارج وعن الزواج الكلمة الثانية شو هي مفهمتها؟ شو بتقصد فيها؟ نعم عن الخارج عن العاطفة والزواج وعن الصحة صحة؟ العاطفة لا ماري الصحة وعن الزواج الصحة وعن الزواج اوكي ماشي اسمها أختي نعم أختي هاجين ش اسمها؟ هاجين بنت ليلة ش الاسم عفوان هازين هاجين نازين هازين هازين عسميكم شوي صعبة بيك تهجي هازين طيب بديت شكر اتصالك عزيزتي لأنه أسميكم بعرف أنه الأسماء الكردية بس شوي صعبة علي يعني بيك تهجي للأسامة طبعا كيف تنكتب باللغة العربية طيب خليني يا بلفين بلفين بدي أقول لك شغل العاطفة هو موضوع العلاقة مع الشريك إن كان بيزواج أو حتى بيطلق أو حتى بيحب أو علاقة عارفتي اوكي فمش أنت عارفة بلفين خلينا نشوف بالأرقام عند اتنين بأرقامك عندي حرف الفا هون شوي بيعطينا عدم قبول عاطفة ومبين بالأرقام والله شوفي مبين فيه شريك ولكن بعيد وبشوفه بمطرح تاني ببلد تاني غير البلد اللي أنت فيه لأنه مبين أنه قاطع بسفر وكمان عندك العشرة مع الخمسة عندك الرقم ستة وكمان التسعة هون في تقفيل عاطفة عزيزتي يعني مبين الأمور تبعيتك مع بيكون فيه عندي إتمام أمر من ناحية العاطفة أو الزواج ومبين بالأرقام أنت قرينك قوي جدا عليك بيعملي متاعب عاطفية وما بيخليك أنك تفرحي بإتمام أمر بناخد اتصال جديد ألو 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 نعم ألو نعم شكرا لأتصال لك يا زهير مرسي خلينا نشوف زهير بالأرقام عندي 7 مع الأربعة 11 يا زهير يعني هذه الأرقام و8 مع الأربعة 12 طيب خلينا نشوف بالأرقام تبعو لك والله أنا عم شوف هون في عندي متاعب عاطفية في عندي خلاف عاطفة في عندي استفزازات عاطفية ومبين كمان أرقامك بتعطيك مش ارتباط واحد يا زهير بتعطيني كسر محبس وبتعطيني ارتباط تاني والأرقام تبعو لك بالنسبة لموضوع الرزقة مبين في عندي ضغط مادة والضغوطات المالية عايش فيها ومبين أنه فيه إتمام أمر ببيعة ومبين أنه في عندي راحة مالية أو رزقة مبين لي مكسب مالي أو رزقة بس بدك تعرف كيف تحافظ على هالرزقة لأنه مبين لي فيه رزقة قريبة وهالرزقة كأنه جاي موزعة ضغري أو رايحة بطريق تاني ضغري ضغري معا يعني ما حتقدر أنك أنت مثل ما بقوله تتهنى فيها ولكن رايحة بمطارح مضطرة عليها خلينا نشوف كمان اتصال جديد ألو 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 نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شوف عندي فاطمة بنت غالية فاطمة بنت غالية نعم 23 23 23 23 92 92 طيب ومحمد بنت غالية نعم 18 94 18 94 94 94 94 طيب شو بلك تسألي فاطمة عنك وعن محمد تفضلي أنا أحوالي ومحمد عن شغله أحواله أنت عن شو بلك تسألي فاطمة عن شو بلك تسألي أنا أمسا أولادي محمد وفاطمة شكرا لأتصالك يا فاطمة خلينا نشوف بالأرقام طيب عولك فاطمة مع اسم الأم غالية 23 عد 3 مع 3 هاي الستة لقناها هون فهالستة هاي دي حد طعبك ماديا نمبين لي فيه طعب مادي ومبين بالأرقام عزيزتي في عندي هون أحد أفراد البيت نمبين لي فيه شخص بأرض البيت عندكن 1 2 3 4 1 2 3 هاي دي الأربعة نمبين بأرض البيت عندكن عزيزتي نمبين لي فيه شخص كأنه حيكون مطالب قانونيا في عندي مسائلة قانونية تطال أحد أفراد البيت ومبين كمان فيه عندي غياب شخص فجأة من عندكن هذا المبين عندي يا عزيزتي بتطالع بالأرقام عندك محمد 18 يا محمد عندي رقم 9 مع 9 حلوين أرقامك بس نمبين أنه فيه عندي مخاوف مهنية ومبين بالأرقام رح تغير شغل بكل الأحوال فيه عندي تغيير عمل وبكل الأحوال كمان نمبين لي فيه أمرأة بالأرقام أكبر منك يا محمد طالع بحرف اللام اللي موجود عندك واللام هون نمبين لي فيه جواب على السؤال ومبين أنه هذه الست رح تستفيد من وجودها بحياتك إن كان بحياة مالية أفضل أو حتى بتغيير وضعك نحو الأفضل وخصوصا مهنيا معنا اتصال جديد ألو عليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته نعم أنا شيماء شيماء بنت كفاح شيماء بنت كفاح نعم 10-12-91 10-12-91 شيماء نعم بديك تسأليني عاطفيا ما هيك يا شيماء علي كل شيء بدي أعرف أنا شو أنا برج القوس فممكن أصمم وأعرفت عن شو بيخبرني برجي تكرم معينك أوكي ما سمعتينها بالأبراج قبل شوي شو قلنا للقوس أنا سمعت القوس بس الصراحة ما فهمت ما فهمت شو قلنا للقوس لا أولا قلت له للقوس أنك أنت قلت له للقوس أنت حاسس أنه شريكك منه طائقك ولكن هذا مش مظبوط على الإحساس أوكي أوكي بدي أعرف بدي أعرف عن كل شيء بديك تعرف إذا طائقك ولا مش طائقك إذا بيحبك ولا ما بيحبك تكرم معينك شكرا لأتصالي شكرا لكل موليد القوس يعني أعطيكم يا من الآخر هذه السنة كانت فعلا سنة متعبة والسنة الماضية كمانا كان فيها تعب صحي عن موليد ده برج القوس بس المتزوجين حققوا رغبة بالإنجاب أو حتى بتكبير عائلتهم أو حتى بطفل أنه كان عندهم ضيف جديد بابا قدروا يحققوا هذه السنة ولكن باقي الأمور الفلكية بعد النقف يعني صعود وهبوط مرة فوق ومرة تحت والأمور هيك ماشي حتبقى ماشي حتى لآخر السنة ولكن فين أقلكم من آخر هذا الشهر بتبدل الوضع العاطفي بيبدأ يكون أريح بدخول فينس على برج القوس طيب عزيزتي شيماء أنا مش من الأرقام اللي دايما بقول شيماء عنده الحزوز المطلقة عاطفيا لا لأن اسم شيماء بيطعب عاطفيا ودايما بينه وبين الرجال في مسافة جغرافية رغم أنه المسافة العاطفية موجودة بيبقى بحبها بريدها ما بيستغني عنها ولكن المسافة الجغرافية دايما موجودة ودايما شيماء في عنده مشاكل عاطفية وتأخير عزيزتي بالأرقام تبعيتك أنا عم شوف هون أرقامك عم تفتح عاطفيا على عتاب طويل وعم تفتح على اتصال ما بينك وبين هذا الشخص وكمان كأنه بحرف اسمه ميم يا شيماء وهذا اللي واضح بالأرقام عندي ناخد اتصال جديد ألو أيها مرحبا يا هلأ تفضل من معي هاني ابن فائزة نعم نعم أوكي تاريخ الميلاد 312 1982 1982 1982 1982 مصبوط نعم عن العمل يا هاني عن العمل وعن الجواجب تأخر هل هو فيها تحركات كواكب أو هيك طيب في عندي وراء طالع بالأرقام يا هاني شو عندك وراء وإجراءات وراء أوراق يا هاني اي مبين لي فيه إجراءات وراء مهمة وهالوراق مبين لي فيها إنجاز حلو بإذن الله بإذن الله أوكي طيب بالنسبة للزواج تأخره طيب بدي أتشكر اتصالك يا هاني أوكي هاني اسمح لنا نتوقف مع بريك صغير وأكيد انطرنا بعد البريك حنشوف شو عندك بالأرقام رجعنا معكم مشاهدينا وتحياتي لكل اللي عم ينضموا لقلنا لأول مرة ببرنامج خبايا ورجعنا لعند هاني هاني بالأرقام طبعولك يعني بتقلي تأخر الزواج بشوف تأخر الزواج من عندك وبشوف بالأرقام حتى تأخر الزواج في عندي أسباب من عندك أنت كشخص مش من الأرقام اللي بتزوج مبكر انتبه يعني أنا اللي نقول تجي أمك لعندي تكون مولدتك ورغم أنه أنت شوي أكبر مني مش مشكلة على كل حال تجي تسألني أنا اسمي فايزة بدي سمي هاني بقال لأ الاسم حلو وبعيش برأ أرضه ولكن بيتأخر بالزواج عرفت مش معنات عندك مشكلة أنه تأخر بالزواج موضوع قرين أو موضوع تعطيل أو موضوع سحر لا ما عندك يا ولكن في ناس ما بتحب تتزوج بالسن مبكر ودائما بتعمل حسابات لقدام أنه بتحب يكون عندها زواجة الزواج طبعها يكون عايشة بنوع من البحبوحة وفي ناس بتتزوج بالسن مبكر ما بتفرق معهم عندهم بات ما عندهم بات ما بيشتغلوا ما بيشتغلوا بيكونوا متكلين وبتكون عاطفتهم أخذتهم بنوع من التهور أنت من الأرقام اللي بتتأخر بموضوع الزواج مش لأي سبب من أسباب السحر أو القرين أو هالخبار هاي دي وتاني شي بيكون المانع عندك هون بتكون الرزقة شوي قليلة رزقتك قليلة يا أستاذ هاني ومبين بالأرقام في عندي أرقامك على 3-12 كمان رقم 6 الرقم 6 الحزوز الفلكية تبعيته بتبلش بعد سنة 35 وبتبلش يقطف من نواحة مالية ولكن أكيد بده يكون شاطر وناجح ويكون مروته كاملة يعني هيدا عم بحكيك يا باللهجة اللبنانية معناتها أنك تكون نشيط أنت من النوع اللي أحيانا بتكاسل وبتكاسل عن أرزائه وعده نفسه ببعض المطارح مبين لي في عندي أجراءات بأوراق مهنية رح تكسب فيها ومبين كمان الأرقام عم تفتح على تبديلات وتغييرات كتير حلوة وكمان 2017 هي اللي فيها الحزوز العاطفية بس أعرف كيف تقطفها لكن مثل ما قلنا في ناس بتبقى التعطيل العاطف في نتيجة أفكارهم ونتيجة مخوفهم ونتيجة كمان عدم قبولهم أن يتزوجوا بالسن مبكر وفي ناس بتبقى التعطيل طبعا جاي نتيجة أسحار ونتيجة مورئيات ونتيجة تعطيلات إن كان جاي فيما يتعلق إن كان بأمور قرين أو سحر أو بلا 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 على كل حال منرجع مناخد اتصال جديد ألو مرحبا جمالة يا هلا تفضلي جمالة معتك اللي اسم بالأرقام عرفت الاسم وعرفت اسم الأم من صوتك عرفتك حرف السين صح؟ طبعا السين أنا حبيبتي اشتاقت لك كثير وفرحكي ومسك معي الخط أنت وحشتين كثير ومشتاقت لك حبيبتي 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 أبغى أعرف إذا في جمالة سحر لو سمحتي يا تكرم معينيك أعطيني تاريخ الميلاد 17401 نعم أوكي جمالة بسألك عن الوحدة اسمها ناجيا بنت زرعة ناجيا بنت زرعة زرعة نعم تاريخ الميلاد ما أعرف جمالة تاريخ الميلاد بس جمالة أنا في أنا شقة في هذه البنتي إنها بترسلي أرقام تزعجني نعم ترسلي أنا أبغى أعرف البنت هذه وراء الأرقام اللي وصلتني إذا عجبتني اللي وصلتني الطفلات هاتفية إذا عجبتني أبغى أعرف هذه البنت وراها أو لا هي إيش موقفة بالنسبة لي أنا حس إنه إنه هي بتعملي أشياء بس أنا طيب أعزيزني بس ما حس تفزقني طيب بدي أقليك شاغلي أنا كنت أعطيتك على برنامج السابق أعطيتك قراءات بعدك ملتزمة فيها ما شايفتك ملتزمة فيها شايفي قاطعة مر أنا وقفت أي شايفي قاطعة أنا أحاول أرجع ضروري لأنه شايفتك أنا قطعتي فترة كان فيها حظوظ مهنية وشخص كتير مهم عاطفيا وبشوف الأرقام عم تتراجع لورا على إني وقفت قراءات جمالة دي كتر طويلة موظفة قراءات لا أرجعي إرجعي لا بدك ترجعي لأنه كانت عم تحميك وعم تعطيكي حظوظ حلوة وبنفس الوقت عم بترد عنك كيد النساء لأنه أنت من الأرقام اللي بيكون في عندك ما بتحبك المرأة شو ما عملت لو ضويت العشرة ومن أقرب المقربين ومن طرف أخ لألك وحدة من طرف أخ أوكي طب جمالة شوفيلي موضوع العاطف في زواج قريب أو لا وشوفيلي بالنسبة الناجية هي الأرجام اللي تزعجني أو لا أوكي أوكي شكرا لاتصالك عزيزتي أوكي خلينا نشوف لكينا عندي بالأرقام ما خمسة بالأرقام طبعا وليك طيب 8 هذه الخمسة أوكي طيب والله أنا شايفتها أنه في طرف لأولا لكن مش هي كل شي يعني ما فيني اتهمها أو فيني أقلك أنه هي سبب كلها الأمور هاي لا مبين أنه هي وحدة تاني يعني الأمور هالإزعاجات هذه مقصومة مبان الستات اتنين ما بيعرفوا بعضون كل واحدة بمطرح أمور العاطفة بيك ترجعيلي للقراءات اللي عطيتك إياها وكنت عطيتك عبر برنامج سابق اتصلت فيني على الهواء وعطيتك قراءات ودائما هالقراءات بعطيها لفتح حظوظ البنات وخصوصا العاطفة اللي بتبقى فيها نوع من التعطيل أنت من الأرقام اللي عم بيكونوا أشخاص كتير مهمين بيتمنوا هيدا الست ولكن كل ما بتوصل لأمل التم بتكمل ومثل ما قلتلك بيكون في عندك إزعاج وبيكون في عندك تعب وبيكون في عندك نوع من الأزية أزية منة كتير محببة وخصوصا فيما يتعلق أمور ألم ورأياتها الأخبار هيدا من الست بسبب أخ عندك ناخد اتصال جديد ألو 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 نعم تفضلي ألو نعم نعم تفضلي أنت على الهواء أمل أمل بن زهرة نعم خمسة سبعة اتنين وستين نعم وفقل ابن أمل شو الاسم التاني السبعة عشرة الواحدة وثمانين شو الاسم فضل 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 ابن أمل نعم سبعة عشرة الواحدة وثمانين نعم ومحمد علي ابن أمل الواحدة وعشرين ثمانة الاربعة وثمانين نعم عفوان مدام أنا حأخذ إسمان بعتذر منك شكرا لأتصالك عزيزتي أمل بالأرقام فضل بعد بشوفه خارج أرضه وبعد بشوف أنا بيكون في عنده شوية متاعب بتتعلق بأوراق وكمان بده ينتبه لأن الأرقام بتعطينا متاعب نفسي ومتاعب بورقة مهنية وكمان ما بدنا نكبر كتير الأمور لأنه عندي حرف اللام واللام موجود عندك يا وعنده كمان بيكون في عنده متابعة آنونية بأوراق آنونية صحته هلأ أفضل من أول رغم أنه كان قاطع بشوية متاعب صحية أما على خمسة مع السبعة تناعش يعني عندي رقم ثلاثة والأرقام تبعيتك بتعطيني بعد بيكون في عنده شي بتعلق بأرض البات أو شي بتعلق بورقة عقارية وكمان بيان لي في حدا بيوقف عن الشغل عندك بالبات وبيرجع بيلاقي وظيفة تانية بأرقامه بوقت تقريب وكمان عندك ندرب نكتوب فيه عزيزتي لكن اسمحوا لنا اليوم نمر التقرير هذا التقرير كتير حلو والتقرير كمان بيحكي عن أثر الكلمة والكلام قدي الكلمة في إلها تأثير علينا وعلى الحقل المغناطيسي طبعولنا وحتى الأورا طبعولنا قدي ممكن تتأثر بها الكلام فاسمحوا لنا نشوفه السوا طاقة الكلام مفهومنا على الكلام بيختلف من شخص للتاني فمن خلالها بتتوضح لغة التخاطب والتواصل مع البشر فالكلمة الها ذبذبات بتنتقل للأذن ثم العقل على هيئة إشارات بتقوم بترجمتها فالكلمة عبارة عن حروف ولكن حرف رأم ولكن رأم طاقة طاقة مكترنة بالفعل فالكلمة الحلوة بتعطي طاقة إيجابية بالمكان لهيك طاقة الكلام مرتبطة بطاقة المكان أيضا فكلمتنا هي مش بس عبارة عن حروف مجموعة أو مركبة ولكن هي بتحتوي على معلومات ومعطيات فكرية بتترسخ بالعقل الباطنة بتتوزع وبتتصنف حسب مستويات طاقتنا الإيجابية أو السلبية ففاكر رموز الكلمات وتأثيرها على الدماغ والجهاز العصبي والجسم منا بالشي الصعب أبدا فكلماتنا بتدل على أفعالنا والكلام هو دا أو دواء وبيقولوا كمان كلمة بتعمر وكلمة بتدمر كلمة بتجنن وكلمة بتحنن فالكلام هو طاقة بترجم كل شي داخلنا من أحسيس ومشاعر بل أيضا من أحلام فهي بتختصر نظرتنا للعالم ولكل شي حوالينا فكلماتنا ممكن تجعل مننا أشخاص مرادة نفسيا أو عضويا فلا الكلام دور كبير بشفاء العقل والنفس والجسم فكلمة طيبة كشجرة طيبة وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة كما ورد بالقرآن الكريم فكل كلمة منطقة ومن أولى خلال اليوم تعتبر توكيد من خلال بث ذبذبات وطاقة الكلمات للكون فبتجذب لحياتنا أحداث من نفس طاقة الأمر اللي بيخليها تأثر علينا بشكل مباشر وأوي فالناس اللي دايماً بتحكي وبتوصف حياتها بالسلبية وبالمعاناة بتكون بطريقة غير مباشرة عم تسحب لدخل كل الأحداث السلبية أكتر وأكتر فالكلمات السلبية بتترك دائرة ومجال من التأثير السلبي بيغلف حقلنا المغناطيسة وبتقتل فرصنا بالتقدم بتعطي الأرزائنا وزواجاتنا ورفاهية الحياة وبتجلب لنا الحظ السيء والرفض من المجتمع بينما الكلمات الإيجابية ما بتتحدد بنطاق معين فهي بتحفز عنا طاقة الأبول والإبداع والشفاء وبتفتح الأرزاء والنصيب فمن خلال خبايا حبينا نلقى الضوء على أهمية وتأثير الكلمات المنطوقة والغير المنطوقة نظراً لدورة الكبيرة بصناعة حياتنا وتغييرها إن كان نحو الأفضل أو الأسوأ لكن مشاهدين بعد ما شفنا هالتقرير قدرنا نتعرف على طاقة الكلمات وأنه قدرنا بتأثر بكلماتنا اللي مننطقة لأن الكلمات إلى طاقة بتنعكس علينا فما تقولوا غير الكلام الحلو عن نفسكم أو أي شيء بخصكم ولاحظوا الجمال كيف رح يزداد عندكم ما تحكوا عن عيوبكم أو عن سلبياتكم وما تشكوا من قلة حظكم فحظنا نصنعه بكلماتنا الحلوة فالكلمة داء أو دواء ومثل ما قلنا الكلمة الطيبة بتجلب القوة بشرط أن تطلع من القلب مع مشاعر صادقة مرفقتها فالكلمات بتتحول لأفعال والأفعال بتتحول لعادات والعادات بتتحول لسلوكيات فنجاحنا بيعتمد على كلماتنا يلي هي وليدة أفكارنا ونويانا فاللهم اجعلنا إيجابيين في خدمة عبيدك المؤمنين حتى بأمور النميمة فطاقة الكلمة بترجع لنا فانتبهوا أنكم تحكوا بطريقة سيئة عن الآخرين لحتى ما تنرد عليكم لأن كل شيء بتقولوا وبيرجع لكم فأي شيء بتركزوا عليه أو بتتوقعوا وبتحكوا عنه بطريقة إيجابية أو سلبية بتكونوا عم بتشدوا أو عم تجذبوا لحياتكم نفس الكلام أو نفس الطاقة اللي أنتوا حكيتوا عنها فإذا عرفنا كيف نختار كلماتنا المنطوقة من مشاعرنا رح نوصل أكيد للنجاح اللي منتمنىه فقدما فيكن فضع أقولكن الملياني بالكلمات الغير ضرورية يلي ممكن تجلب لنا الحز السيء لكان قدم فينا بنا نكون أنه كلماتنا إيجابية وكلماتنا حلوة بحق نفسنا وبحق الآخرين لأن هذه الكلمة مثل ما قلنا إلى الطاقة وبتغلف الحقل المغناطيسي تبعونا وبنفس الوقت بتجذب لنا الأشياء اللي بمعاني هالكلمة وبطاقة هذه الكلمة لأفكارنا ولجسمنا ولحقلنا المغناطيسي إن شاء الله يكون على التقرير نال إعجابكم والتقرير ما هو إلا مسج صغيري لحتى نعرف كيف أنه بكلماتنا منغير حياتنا غيروا كلماتكم بتتغير حياتكم بشكل مش طبيعي ففارس مثل ما استقبلت أول اتصال منك وقلت ما عم لاقي شغل بدي منك تقول رح لاقي شغل وشوف قدي الفرص رح تفتح قدامك وحتلاقي حالك فعلا عم بتعيش أجواء أن تفتح لك حظوظ وفرص أنك تلاقي وظيفة مثل ما أنت بدك لكن كمان لكل اللي بيحبوا يعلقوا على الموضوع وبيحبوا يتواصلوا معنا من قلن أهلا وسهلا فيكم وكمان بناخد اتصال جديد ألو ألو تفضل مين معي ألو مرحبا تفضل يا هلا بشارة نعم يا بشارة اسم ماما مريم مريم وتاريخ الميلاد موليد 16-2-68 أوكي بشارة باك تسأل عن الصحة والعمل ما هيك؟ صحة والعمل وصفر طيب وطلع لي بالأرقام هون في ست ممكن أن يكون فيه عندي انشغال بالا علي يا بشارة شكرا لأتصالك وخلينا نشوف الأرقام تبعو لك شو بتحكي عنا الرقام 7-2-9-6-8-14 يعني السبعتين السبعتين بتعطيني فيه أوراق بين إيديك والأوراق كمان بشوف أنا بشارة ممكن يجيك يعني ما تزعل مني أنا لازم أقول كلام الحلول حتى نعيشه ما هيك ولكن الأرقام عم تعطيني أنه فيه ممكن يكون فيه عندي تأخير أو رفض بوراق وبترجع بتعيد هذه الوراق وبعد منها بيكون فيه عندي إتمام أمر باسم مريم بيفتح لك حزوز وما تتصور هذا الاسم قد يكون فيه خيرات وقد يكون فيه بركة وكمان قد يكون فيه أرزائم خبية بشرط أنه يعرف الواحد كيف يشتغل على حاله بشارة طالعلي بالأرقام ست ممكن يكون بالك مشغول عليها من نواحي من نواحي هيك أنه أو تفكير بهذه الست أنه كيف ممكن أنه هذه الست تكون عم بتمر بظروف شوي صعبة على كل حالة من الآخر بعطيك إياها أنا أفضل لك بشار بيكون أفضل لإلك من بشارة شي الحرف التق المربوطة اللي بإسمك ويندولك بشار لأنه اسم بشار دايماً بيفتحها السفر ودايماً بيتنقل من أرض لأرض وبنفس الوقت بيكون مع اسم الأم أقوى من أنه أعطيك كبشارة لحتى أنه بإسمك بيكون فيه شوي التأخير ولكن إذا شلنا التق المربوطة مع اسم أمك بتصير الأمور أسرع سمحوا لنا نتوقف مع بريك صغير برجع بحييكم عن جديد وينما كنتوا عم بتتابعونا ولكن اللي بيحبوا يتواصلوا معنا خارج البرنامج أكيد أرقام تليفونات المكتب عندي رح تظهر بأسفل الشاشة على 0961 71 75 86 والرقام الثاني كمان أرقام المكتب عننا على 0961 71 75 85 87 لكن أرقام تليفونات المكتب عننا عم تظهر متل ما شايفين بأسفل الشاشة لكل حابين يتواصلوا معنا خارج الهوى وعلى المكتب أكيد بناخد اتصال جديد ألو 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 نعم بونشور بونشور معك هيلدا هيلدا نعم تليز بدي أسأل عن جوزة وعن بنتي إذا ممكن نعم تفضلي جوزة اسمه ميشيل ميشيل أمه اسمه نادية نادية بتقل مربوطة أو الألف الألف طويلة نماشي هو خلقان بـ 22-11-63 نماشي أوكي وبنتي خلقان اسمه كريستين خلقاني بـ 19-9-89 19-9-89 نعم أوكي بتقل عن جوزة عن الشغل اللي هو نطرة إذا رح تزبط وعن بنتي إنه عن حياتها العطيسية والعملية إذا ممكن تكره معينك مرسي كتير مرسي لقليك شكرا ست هيلدا هيلدا بنتك كريستين بعد بشوفها بأرض عربية وبشغل خارج الأرض لأنه بشوف بالأرقام بيطلع لها مش بس شغل حتى كمان بيطلع لها قامة بأرض عربية صحراوية ومانا كتير بعيدة عندي ثلاث تسعات بالأمر بأرقامة أربعة كمان واحدة تنين ثلاثة أربعة عندي أربعة تسعات بالأرقام يعني بتعطيني أرقامة بيكون الأمور العاطفية عندي إياها بيكون في عندي في بعض ومبين كمانا في عندي فرصة جديدة أرقام عم بتفتح على فرصة جديدة والفرصة جديدة صارت قريبة جدا مبين لي فيه فرصة جديدة جدا قريبة رغم أنه مبين فيه زعل عاطفة بأرقامها بالفترة الماضية ولكن خلينا نرى الأرقام على المرحلة الجديدة يعني مبين لي أنه هي مسألة أيام أو أسابيع قليلة مبين فيه عندي عتاب أو صلح أو حتى لقاء ومبين فيه فطفضة كلام فيما يتعلق بأمورها العاطفية 23 عندي رقم 5 يا أستاذ ميشيل مع 2-7 هذه 10-16 مبين بالأرقام فيه عندي موافقة على أوراق مبين لي فيه عندي موافقة على أوراق تأخرت ومبين كأنه بيكون بينك وبين شخص واحد منه بيكون التأخير بسببه ولكن تشايف الأرقام فيه عندي فيه شيء إيجابي لألك ومانا اللي عم شوفه بالأرقام يا ست هيلدا عم شوفه حسد مش طبيعي عندكن ياه والحسد منه من مطرح كتير بعيد من مطرح مقرب جدا وحسد عائلة مبين هيدا الحسد مبين كتير عائلة وكتير قريب بناخد اتصال جديد ألو 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 نعم ألو نعم جمانا تفضلي أعلين حبيبتي تفضلي مين معي كنزة من الجزائر كنزة من الجزائر نعم 9891 شو اسم ماما يا كنزة؟ هون المشكلة لي لي جمانا ماما عندها أكثر من اسم وماذا عرفت بدي كم اسم عندك؟ تلاتة؟ هي بالبيتها اسمها موني موني أوكي وفي بنا دولة سعيدة وفي بنا دولة شريفة يعني تلاتة أسامة سعيدة وشريفة وجمانا بليز اسم اللي بالبيتها أصلاً مو اسمها أوكي طيب هي 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 أخدنوا عن إختها اللي توفت فقاموا وحطوها عليه طيب وهي هلأ شون تنادى؟ هي تنادى بشريفة وسعيدة أكتر؟ أي الاسم الأكتر؟ السعيدة؟ تقريب مثل بعض تقريب مثل بعض أنتو شو بتنادولة بالبيت؟ عمومتك؟ أخوالك شو بنادولة؟ عمومتي سعيدة وأخوالي شريفة أوكي طيب أوكي خلينا شو بنا طيب شو بديك تسأليني؟ كنزا شو عبالك تسألي؟ جمانا أنا متزوجة عندي بنت نعم وحبا حبا حبا إني زيدة جيب ولد ثاني ما بعرف إمتى الوقت اللي بيناسبني إني جيب ولد ثاني أوكي ماشي طيب شكرا حبيبي شكرا لاتصالك كنزا كنزا إذا قلنا على لنقول إن الله كتب لك الحمل بشهر 11 بناسب لك يعني شهري جاي نحبيتي وإن الله كتب أكيد كله بإرادة الله فإن حبيتي بشهر 11 بيطلع كمان إجابة وإن حبيتي عزيزتي بشهر واحد إن حبيتي الحمل بشهر واحد كمان منيح وكمان إذا بدي أرجع لك بالأرقام عندي شهر 11 وعندي شهر واحد حلو وكمان في شغلة بدي أليك كمان شهر سبعة آخره آخر سبعة آخر سبعة هدولي بنسبت لقليك لكان إذا قلنا بشهر واحد يعني بكانون يناير بتقولولو وإذا بدك بشهر المقبل وكمان بآخر شهر سبعة كمان كتير حلو حسب الإسم طبعو ليك آخر سبعة إن الله أكيد كتب الحمل يعني الإنسان بيسعوا مثل ما ألا بريد وقامت ما ربنا أراد هذا كل شي بيد ربنا فعزيزتي كمان بدي أنا بنصح من الأشخاص اللي بيكونوا عم بيحضروا للحمل أكيد مراجعة الطبيب مع الفيتامينات مع الغذاء الصحيح حتى ما يتعبوا بالحمل تابعونه وما يكون عنده نقص فيتامينات وبنفس الوقت إنه كمان كل مكان الجسم أقرب إنه ما نكون لدعاف كتير لأنه كمان بيسبب أزية للبيباء ولنكون نصحين كتير كمان بيسبب أزية للبيباء يعني نكون إنه حسب الوزن والطول وهذا كمان إنه بتتابعوه أما عند أخصائي تغذية أو حدا ممكن يكون ملم بهذا الموضوع لحتى يكون مثل ما قالنا حمل صحيح وبنفس الوقت ضرورة الفيتامينات وبتقري عزيزتي صورة مريم وقال عمران على نية الإنجاب والزرية الصالحة وقد ما فيك كترة من الصدقة الصدقة لهو عطاء العطاء إن كان مش بس بالمال الكلمة الطيبة هي عطاء والمعروف هو عطاء وصدقة وكمان بأي شيء وصلة الرحم كمان شغلة كتير مهمة بناخد اتصال جديد ألو؟ 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 أكي لكن ببداية الحلقة عم بحكي عن الأسماء القمرية الأسماء القمرية اللي بناخد منها اسم نور بناخد منها اسم نورا إن كانت مربوطة أو ألف بناخد منها كمان اسم أنور ومناخد منها اسم منير منيرا سيراج مثل ما حكينا الشمس وكمان هالة ليهالة القمر وفي أسامي كتير بتفوت بخانة الأسامي وحنحكي كمان بحلقة عن هالموضوع أكتر أنه الأسماء القمرية قدي ممكن تزعجنا إذا كان القمر بالمحاق إذا كان القمر بالمحاق قدي ممكن تزعج أصحاب هالأسامي قدي ممكن تزعجهم أساميهم إذا كان القمر بالمحاق والقمر بالمحاق كل شهر في عنا أمر بالمحاق وهذا الشي قدي ممكن يأثر عليهم إن كان بتعب نفسي إن كان بجريب أو حتى بتعطيل أمورهم إن كان صحية مهنية بأوراق حتى ممكن يزيد تزيد الخلفات المهنية أو حتى تزيد الخلفات ما بين الزوج والزوشي وخصوصا بهذا الوقت مناخد اتصال جديد ألو 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 مرحبا يا هلا مين معي من المرويج من المرويج ناضغ بس أفكي مع جمهما اتفضل أنت على الهواء مين معنا يوسف يوسف نعم يا يوسف اسم ماما خديجي شحاب نعم ما بيهمنا العيلة أستاذ يوسف بس فيك تعطينا الاسم اسمك واسم اسمها خديجي نعم واسم تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد أنا نعم خمسة أب نعم الف وتسانين وستين الستين أوكي يوسف شو بلك تسأل عن الشغل يا يوسف وفي وراء كمان طلع بالأرقام عندك بدي أسأل إذا عن الله يعطينا ولد تاني يعرفي كيف وبالنسبة للعمل وبالنسبة للعمل وبالنسبة للمال وهذا طيب تعطينا اسم الزوجي وتاريخ ميلاده عبير حمود عبير واسم أمها عفيفة عفيفة تاريخ ميلاده عشرين أب نعم ألف وتتاني وأربعة وصبعين أوكي طيب شكرا لاتصالك يا أستاذ يوسف عبير عم شوفي عندي قلق ومخاوف وفعلا أنت قاطعة بمتاعب صحية ومتاعب طبية بس هيدا ما بيعني أنه نحنا نيقاس ونقول أنه ما بعرف إذا بعد بيجاني ولد ولا ما بيجاني ولد أرقامك بعد بتفتح على الإنجاب فبدي منك أنت يكون عندك الاستعداد النفسي وكمان المتابعة الطبية لأنه أرقامك بعد بتفتح على شيء بيتعلق بموضوع الإنجاب والإسرار عندك حلو فتابعيه طبيا يوسف بالأرقام طبعو لك ما بعرف ليش بعدني عم تشوف الأرقام عم تفتح على بلد تاني غير البلد اللي أنت فيه لأنه مبين أنه بعد بيكون في عندك بلد تاني عم تفتح بلد عربي وبلد أوروبي اثنان بعد الأرقام عم تفتح وكمانا الأرقام كأنه هيكون في عندي تفكير بشراكة عمل لأنه أنا عم شوف في شريك حدك من النواحي المهنية خمسة مع تمانة تلتعاشة يوسف والأرقام كمانا بتعطين أنه بعد بشوف شراكة عمل وكمانا بشوف أنا شوية تراجع بالمال بس الصحة هلأ عندك وعند زوجتك أفضل مناخد اتصال جديد ألو ألو مرحبا جمالة يا هلأ مين معي؟ أنا لبناء بنت رابحة كيف لبناء بنت؟ رابحة آه أوكي من العراق يا هلأ يا لبناء نعم حبيبتي أمي سلمك 27-21 27-28 واختك سارة كيف؟ الحمد لله خير الله يسلمك سلم معيك كثير حبيبتي اتفضل لبناء لبناء كتبتها بالألف المقصورة اي اي سامان 28-71 نعم وكمان اختي سارة نعم 28-80 9-88 لسارة اي؟ اي 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 سارة عند العاطفي وكل شيء أنا عن العمل والحياة الشيء العام يعني أنت بشوف تمام اوكي العاطفي والعمل سارة اوكي اي اي شكرا يا لبناء شكرا اللي اتصالي يا ميت هلا 8-8-16 كمان عندي 7 مع 7-14 يعني اوكي والله الأرقام يا لبناء شوفي هالورق هيدا يلي اخد وقت ولكن مبين لي انه بلش يعطي نتائج مهمة في عندي أوراق مهمة بالأرقام ومبين بلش يعطيني نتائج مهمة كان عبيلي اسألك غيرت البيت ولا بعد مبين لي فيه تغيير بيت وبعد كمانا حتى خط السفر ابتدى يفتح عندك يا لبناء خط السفر وبلد أجنبي تدت تفتحها عنديك رغم انه الأرقام اذا بدي ارجع فيها شوي لورا مبين كان فيها نعمل التأخير صار الأرقام 9-8-17 يعني عندي رقم 8 مع 8 مبين لي كمان الأرقام انزعاجات مهنية يعني لازم تغيري موقع شغلك لأنه مبين فيه تغيير بموقع العمل أرقام تليفونات المكتب عندي رح تظهر بأسفل الشاشة على 0961 71-77-85-86 والرقم الثاني اللي هو 0961-77-85-87 لكل المحالة في الحظ أن تابعني عبر قناة الجديد فيكم تتابعوني بقرة عبر ميميوزيك تيفي تردد تبعها 11-012 على النيست ميميوزيك تيفي 11-012 بكرة فيكم تتابعوني وبقلكم بشكركم على حسن المتابعة أنا جمانة وهي بودعكم وبلاقيكم بكرة على ميميوزيك تيفي 11-012 باي باي اشتركوا في القناة